قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم يسعدنا في قناة الهدى للإعلام الدعوي أن نجدد بكم اللقاء في مناسبة أخرى من مناسبات الدعوة إلى الله عز وجل وهذه المناسبة هي الدخول المدرسي أو التحاق الطلبة والتلاميه بمعائدهم ومدارسهم وكليتهم ليست هناك مواضيع تستحق أن يولها الأهمية كموضوع الأسرة وموضوع الترنيا لكن هذا كما قلنا نادى الأب لم يبدأ معه بالتحيد من صغريك منصر كما قلنا هذا أمير المؤمنين هارون الرشيد سلم ابنه ووجه إلى التحيد والقرآن وكذا 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 نحتاج حقيقة إلى بناء وعي اجتماعي يستطيع أن يخرجنا من بوثقة هذا الفساد الذي تعرفه وهذا لا يمكن أبدا أن يكون إلا بتوحيد الصفوف وتوحيد الرؤية إذا أردت أن تهديم حضارة أمة فبدأ بالأسرة أخرج المرأة من البيت وعلمها على أن بقاءها في البيت هو انتقاص لها وعلى أن لفظة ربة بيت إيهانة لها ثم التعليم اجعل التلاميذ يسخرون من الأستاذ وانقص قيمة الأستاذ الآن افتح أي قناة فضائية رقم واحد لك يتعلق شو كون هو الأستاذ المعلم ثم هدي من القدوات قد يستمع البعض ويقول وتكلموا في الحقيقة وخاطبوا الناس نيد وانت ماذا تقول الله مستعر فلذلك هذا من نحن الآن ننطلق من أنفسنا إلى الناس لنبدأ بمنهج تغيير في أنفسنا هو الذي يجيبك عن سؤال من أنت من أين أتيت من أين أتيت ماذا تفعل هنا وهذا السؤال هذا لا يمكن أن يجيب عنه الغرب لا يمكن ولا يمكن أن يجيب عنه إلا المسلمون وحده علاش لأن هذا سؤال ماشي أرضي لا لا هذا سؤال سماوي كوني قص تكون عندك رسالة وهدف ما رسالتك أنت كأب لذلك في لقاعة دي لك نسوي الأب أنت كأب منهارت زوج دي ما الذي تغير فيك سبحان الله عجيب عشان يتغير فيك بعد أنت منهارت زاد عندك الدريا شنو يتغير فيك لك أنت حالك وأنت أب كحالك قبل أن تكون أبا ما دورك الإمام مالك قلت له أمه إذهب إلى ربيع إذن إيجاد المربي المربي المتعبد لله بذلك الوظيفة وليس المربي الذي له وظيفة فقط نعم نفهوم الكلام يرى دمهما وقتل الأزراء الأزراء تقول لك أنا خلصتي قابتها قابتها لتضب بالرأس قرأوا لما تقرسه الكهدف أولا لذلك قلنا الإخلاص في القصد يجب أن نعيد الاعتبار للأسرة وأن تعود الأم إلى دورها الذي تحدث عنه شيخنا أن نعيد الاعتبار للأستاذ ولقيمة العلم ثم نعيد الاعتبار لعلمائنا السؤال الأخير وهو الذي سأقوله وسأختم به السلامة الله خير إلى أي درجة أنت مستعد لك تكون مستعد لتتغير لتكون أبا ناجح إلى أي درجة أنت مستعد لك تكون مستعد لك تتغير لتكون أبا ناجح شيخنا الله تذكرت أحد أحد المعاصرين من دعاة شنقيت من موريتانيا لتحدث عن طفولتي ذكر أن أمه أعطته جملة ليعرضها في حضرة أخواتي فأخطأ أعطته كلمة تحتمل أن تكون إزما وفعل أن تكون إزم وفعل فلما أخطأ ضحكت أخواته فحزين وأخذ يبكي لأن سخرنا منه لخطأ يعراب طيب أنت الأسراء تجدام على الإعراب شو انتحان هذا مش علا شديك الرقصة الممكن على الإعراب وقال أن جدته كانت تنسخ له الكتب لك لا ينشغل بالنسخ لكي يحفظها شيخنا ذكرتم أمر عجيب اهتمام الأسرة اسمحوا لي دقيقتين لأقرأ أنه توجيه ليس لأم توجيه أحد المظلمين التاريخ المعاصر الذي يظلم الكتب التاريخ ما هو الحمد لله الذي كان هو هارون الرشيد حمد الله عليه ظلمته المقرارات والمظلم وعطم زير نيسا وهو كان عالم طلب العلماء ومن طفقة سفيان الله المستعد يهمنا الآن في موضوعنا وجدت كلمة له في توجيه مربي ابنه ماذا قال هذا ملك يحكم الدنيا آنذاك كان يقول للسحابة إذا مرت ولم تمطر تمطر امطر أو لا تمطر فسيأتيني خرج خرجوك دلال الشساعة الملك طيب قال له سلم له من؟ ولي العهد الذي يكلم الملك قال يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك موجة نفسي وثمرة قلبي فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة وكله بحيث وضعك أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أقرأه القرآن هذا المنهج ما توجد هذا الملك المدرس أقرأه القرآن وعرفه الأخبار الذي ذكرت تلك السامة الأطفال التي تسمى أمير المؤمنين أيام العراب وكذا نعم وروه الأشعار هذه الشافعي يدتهم يحفظ اللغة وعلمه السنن هذه الحديث يدتهم المالك من أنس يحفظ عندهم وطا وبصره بمواقع الكلام الإعراب وبدئه ومنعه من الضحك هو لك في فيسبوك هو لك الله المستعد هذا الشيء كيف تناول الإعداد الهاتف تدر الأستاذ شعجانا وددت لو أننا عرضنا مقاطع يدلنا وقت قال سنين الأستاذ يشرح في الصبورة وخير يقول تدر أصوات غريبة حيوانات يضحك التلاميذ ثم تكون شجر الله المستعد قال ومنعه من الضحك إلا في أوقاته شوف التربية هذا رمعا وللعب وخذ بتعظيم بني هاشم إذا حضروا مجلسه عظمهم لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في 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 عطرتي ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياه من غير أن تحزنه فتميتذينه ولا تمعن في ولا تمعن في مسامعته فيستحل الفراغ ويألف وقومه ما استطعت بالقرب المناج سوى من بالقرب والملاينة فإن أباه ما فعليك بالشدة والغير الله طيب كتبنا هذا الشيء بحنا كتاب التربية في هذه القواعد هل سيدي المناج لا صح ها فين ما لا لن أبع أن لو قام بعدي الأمور لعد من المجرمين وحكم وإرهابي وكذا وطفل وقالوا اللي جاء سمامت فكرة جيدة سنخصص له إن شاء الله وتعالى لقناة درسات قنو الطفل جديد أختاره تبعاته كذا طيب شيخنا استسمحي قبل السؤال عندي إضافة على كلامه لأنه ما يأتي به حق يحرق عجيب سمع من الله حين ذكرتم بارك الله فيكم ما يتعلق بدائرة التربية قلت بأن قلتم بأن الآباء ألقوا بمسؤولية التربية على المؤسسة وأنا من خلال كلامكم اتضح لي أن هذا منهج يراد وعمل عليه ونجح في إعطاء ما أريد منه من الثمرة تخيل معي الآن أن الآباء الذين يمتلون الأسرة توقفوا عن دور التربية وأعطوه للمؤسسة طيب المدرسة فيها شعب كثيرة مواد كثيرة خصصوا لها حصة تسمى التربية الإسلامية سيغيرون اسمها اسمها تربية الدين نعم أصلا في الصغار نحن أقرأون مادة الدين مادة الدين مادة الدين مادة الدين شيء التي تربية نعم دائرة تلقي تضيق بعدما كانت في الأسرة أصبحت في المؤسسة على مستوى الأساتدة والأساتدة مطالبون بإتمائم المقرارات صحيح الأستاذ الرياضيات ما عنده علاقة بشرة بالسلوك ولا كذا ولا كذا فخصصوا لها حصة حصة منذ ساعة هذه الساعة تكون إما صباحا بعد حصة الرياضة التربية البدنية أو في المساء بعد التربية البدنية من خمسة الستاتي كل إنسان ما عنده قاسي قبيلية هذه الحصة أصبحت تعطى لمن لا يحسن أن يدرسها التربية الإسلامية لأنه بغي أن يكون شيخا عالما أو كذا قد تجد عنده التخصص في الإنجليسية أو في الفرنسية وتعطى له باعتبار وظيفة تحتاج لك أن عنده تخصص تدير دراسة الجميعية لا تخرج لنا عالم عالم حصة في ساعة ماذا نتج عن هذا؟ نتج عنه إذا راعينا المنظومة الفكرية التي يحملها من يربي أعتبار منظومة الفكرية لا تكون إسلامية محضة تكون فلسفية تكون علمانية تكون 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 كذا ماذا أتمر لنا؟ وجود شباب فارغ من الناحية الدينية الشرعية الشرعية فارغ من الناحية الأخلاقية حريص على المادة التي معتلها يعني مرتفع مؤامل تنتج لنا شباباً مغروراً أنه قرأ ودرس وكذا وأنه حصل الشذر تنتج لنا شباباً متكبراً يرى أباه الذي أنجبه وصر يعني أنفق عليه رجلاً متأخران متخلفان لا يعي وقت زمانه فيكون الأبقى سقطت مصداقيته عند ابنه فيما يتعلق بالتوجيه والتربية نعم وإذا ظهر مدرس يتقن التربية تسعى المؤسسات إلى إبعاده أو إسقاط مصداقيته أو تحويله من مادة إذن هذا كله يعني استنتجته من خلال كلمكم هذا والواقع بارك الله فيكم الله مستعب فاصل إشهاري مستملحة على ذكر شيخنا لأن الأبناء ينتقصون آباءهم غير الأميين عاد دكتور من دكتورال فلسفة بعد أن درس الفلسفة خارج البلاد عاد وجلس مع أبيه جلسة فأعد أبوه ثريدا ووضع عليه دجاجة وقبل أن يبدأ سأل ابنه قال لي هاد السنوات كل شي اللي اغتربته والجيش نقرتي قال لي كمان قرأ الفلسفة قال لي الفلسفة شرح ليش نايرة فلسفة قال لي بالفلسفة أنا استطاع نقنعك على أن فوق هاد التريد كين يجوج جاجة نظر إليه الأب وقال له إياك فحملت دجاجة ووضعها أمامه وقال له كل الدجاجة تدفعني كل الدجاجة كل الدجاجة التالية كل الدجاجة التالية هذا بالفلسفة بمعنى يعيشون الفراغ الآن الذي يجب أن ندركه حقيقة هو أن أمتنا يجب أن تدرك على أنها لكي تكون في مصاف في الأمم المعتدة المحترمة الآن أنا عندما أتحدث أعرف على أنني أتحدث مع من يدين بالإسلام ومع لا يدين بالإسلام من يعتقد على أن الإسلام هو دين الحق ومن هو في شك ومن هو متدبد أنا الآن كنت أتكلم معكم بجامع لذلك أبدأ كلامي دائما بجامع سنة كونية نريد لأمتنا التقدم هذا ما ينادون به نريد لأمتنا أن تكون راقية نعم هذا ما ينادون به لكي تكون أمتك راقية ومتقدمة لا بد من البدء بالتعليم لأنه حين أريد لهذه الأمة أن تهدم هدمت الأسرة وهدمت تعليم مساجد وهدمت القدوات صح فلا يمكن أن نعيد لهذه الأمة مجدها إلا بإعادة بناء ما من هدم فت السنة لذلك أنا أقول على أنه في اعتقادي ليست هناك مواضيع تستحق أن يولها الأهمية كموضوع الأسرة وموضوع التربية لا نناقش مسائل المعتقد توحيد هذه المسائل هي خارج نطاق لكن يجب الإهتمام بهذه لكي ترقى لكي تستطيع أن تصل إلى فهم المقاصد الشريعة والتوحيد والأصل لأنه لما فقدت دراسة التوحيد تشتتت وإذلك ما من دعوتين إلا وكان فيها يقوم يعبد الله ما لكم من إله مع أنه وجود أخلاق في المجتمع فيها الغشف الميزان فيها التطفيف فيها كذا ولكن جاء جاءت الرسل بعلاج قضية التوحيد لأن إذا استقام التوحيد في الأمة استقام لها باقي الشخ قال التوحيد لا نتحدث عنه هذا تحصل حاصل لا نتحدث عنه إذا كان معلما ومبتوثا أما هو مفقود إلا من شاء ربك لأن المواسم التي تقام والقسم التي يحضر من الأم أو الأب أو الأسر وكذا هذا دليل على أن التوحيد أين تعلمه إذا قلتم بارك الله فيكم انعدام القدوة الشرعية انعدام المسجد لأننا أسأل الأستاذ أين يقرأ الناس سيرة النبي صاصم الله الله وسلم أعطيني مثلا أنت في دينك أنت الآن كمرباء أعطيني مؤسسة تدرس فيها سيرة النبي صاصم ليس التوحيد هي دراسة النبي صاصم الأحداث هي خيار هي أين تمر السنة لا تم جاء لذلك نقول على أن تغييب دور الأسرة تغييب دور الأسرة داخل المجتمع هو سبب من هذه الأسباب التي وصلت بنا إلى هذا هذا ذكر الشيخين لما غابت الأسرة وسلمت المهمة للمدرس ولمدرسة ولمؤسسة الرسمية طراعي أمور أخرى ضاع الأمر حضرت في بيت عند هذا المعارب سبحان الله وكنا نتحدث نناقش موضوع ثم جاءت الأم أم الشخص هذا أحزان ناسا حقيقة أنا هو الشخص هذا الصديق وأخذي له وجدت فأرد أن تشارك هذا كولدها الصغير هذا أحزان ناسا أخذي له سيسينتي أشعرت أن تهيش لحيير سيري 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 هكذا بكل وقع لا ما كينبسط رفقين الله المستقص قصد قصد قال لأنت سيسينتي أشعرت أن تهيش لحيير سيري سيري يقول لأمي قال لأمه قال لأمه لا أمور لكن مقصب أمه لما غابت لأسرة أصبح الأمر لأنه عادي هو يقرأ كما قلتم شيخنا هو يرى قدوات في المدرسة ها شنو كيف يشوف أفلاطون ديكارت كلهم علامة وفلسفة والرياضي الفلاني هذه تعطى الآن هذه القدوات في الكتب المدرسية الجديدة حتى تلك الفلسفة المفكرين حيثهم الأهم أنه تبينوا ممتل تبينوا لعب كرة تبينوا شنمات يجتع فيها تطعطى الطفل تجي تقرن تجي تقرن يجب لي هل يجب لي تطعطي تطعطي مثلا يحتقر يزدري أبه وراه وكل من خيره العرض الكتاب كما تقول بالدرجة يزدريه لكن هذا كما قلنا هذا الأب لم يبدأ معه بالتحيد من صغريك من الصغريك كما قلنا هذا أمير المؤمنين هارون الرشيد سلم ابنه ووجهه إلى التحيد والقرآن وكذا 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 حتى لا يضيع طيب شيخنا منتقل إن شاء الله إلى سؤال آخر واتمنى أن يكون الوقت اللي يدائمنا تحدثنا عن كيف يعد كيف كان السلف يعدون أبنائهم لأن نريد أن ننتقل إلى صلب العملية التعليمية فما هي الأداب أو حلية طلبة العلم التي كانت كان يتحلى بها كان هؤلاء الطلبة يتحلون بها والتي تنقص اليوم حتى أصبحنا نشاهد أساتذة عبارة عن بهلوانات مدرسين مساكين عبارة عن بهلوانات يسخروا منهم التلاميذ ويلعبون البل ويضربونهم في بعض مقاطع الله المستعب وأستاذ حمزان بارك الله فيك يعني لو تحدثنا عن القدوة لأننا ذوك نحن عندنا جوش لعمليات مع عملية أخذ وعملية عطاء وأول شيء تعليم وتعين أول أخذ وهذا في حق قوله صلى الله عليه وسلم نضطر الله امرأا سمع منا مقالة في رواي حديثا سمع منا فوعاه فتبلغ حتى يبلغ سمع فوعى جمع حتى يبلغ صدع هذه المصول سمع وجمع ثم صدع هذا سمع الطفل ممن يسمع أول شيء الإمام مالك قتله أمه إذهب إلى ربيعة إذن إيجاد المربي المربي المتعبد لله بذلك الوظيفة وليس المربي الذي له وظيفة فقط نفهم الكلام يرى مهمة وقت الأزرى الأزرى عليك أن تخلص بإداعي ما عندك من المعلومات لهذا لله عز وجل أولا ثانيا الاعتدال يعني في الجلوس عند الشيخ رحمه الله يعني حتى هيئة جلوس طالب مع بالإخلاص الشيخنا ورطبت بالنية طالب حتى المدرس نعم حيالية الطالب نعم مشكلة ما سواء أخذ أو العطاء نعم نحن نخلي بالمدرس إن شاء الله طيب مؤسسة جاي سؤال إن شاء الله لمؤسسة مرحبا الآن هذا الطفل هذا المتعلم يجب أن يكون مخلصا شيخنا واشهد الآن لماذا يذهب التلاميذ إلى المدارس قلتم حصلت الشهادة نعم هو الإخلاص سؤال مهم هذا لأن هناك النية كان نية الاسترزاق ونية التعلم حين الآن المدارس تصنعه نية الاسترزاق فقط نية الاسترزاق يعني الإنسان مشروع يجعله أش بي يدين أش بي يدين كنا لديك صغار صغار يقول لك أش بي تدين يقول لي واحد طيار أخر طبيب مهندس هذه هي نية الاسترزاق نعم ما نية هي العفاف والكفاف ورفع الجهل عادي في العلم الشرعية لأننا نعتبر الجهل بالعلم الشرعي ليس الجهل بالعلم الكوني نعم نحن يدرك ما تنحسبه شيء واحد ما عرفش كيف يصنع الكهرباء ولكن تنحسبه لا معرفش كيف يصنع الشيخ لو كانت طلع الزواجة في العلم الكونية قد ولولا نفارة من كل الطائفة الطائفة هي واحد هي واحد لكن عالم أما العلم الشرعية فكله سيسأل عنه لا حسب المعلوم يديني بالضرورة المسألة الأخرى تانية يعني بالنسبة للطالب أن يكون معتدلا في جلوسه عند الشيخ كما جاء في كلمة هارو الرشيد ونصيحتي لي لأنه الآن أصبح التلميذ يجلس مع الأستاذ في صف واحد وهذه الجلسة الواحدة في مستوى واحد تسقط هيبة الأستاذ تسقط هيبة الأستاذ لذلك تتضي الشيخ أبو إسحاق الحويني عن شعبة رحمه الله أنه لما كان يحتيت وجاء أحد طلب الجدد فجلس في قرب شعبة فكان شعبة يقول حتى تتنافولا ويبسق عليك ويبسق عليك هذا البصر بمعنى أنه كان لا يرضي أن يجلس لتظهر هيبة الأستاذ الآن فقدت هيبة الأستاذ الأمر الثالث وهو التأدب مع المعلم يقول التلميذ يرى نفسه مثل مثل المعلم يعني مستوى واحد فقط أنت معلم وأنت نقرأ وأن صاحبك وأنت صديقي وكذا لا يعني لابد من التأدب في اللفظ مع المعلم الأمر الآخر وهو استشعار مراقبة الله عز وجل في ذلك اغتنام الوقت بالفائدة يعني أن يكون الوقت هو أن يغتنم الإنسان يعني الوقت ليستفيد لا يضيع الوقت كثيرا ويضيع الوقت ولا يستفيد كثيرا ثم دوام لاستطلاع أو المطالع مطالع يعني الآن سبحان الله تجد الشاب تخرج من الجامعة وإذا أعطيته قطعة لا يكاد يحسن قراءتها كأنه يعني يكتفي بالمقرر بالمقرر نعم يحفظ يسترجع ثم طيب الأمر الآخر الحرص على مجالسة الصالحين ومنافستهم فيه الله كبار يعني جالس الصالحين الآن تجد التلميذ الآن يصاحب المشاغب آه عشاء الله يصاحب المشاغب بل ذلك الصالح في القسم يكون غريبا ويكون محل سخرية محل سخرية خصوصا إذا كان كسولا يعني صفر في المواد وصفر في الأسم هل الأقل يكون فيه محدى يكون مجتهد وضريف أو يكون تصر وكسول أما لك أنه كسول وضريف مشكلة هل الأقل تكون محدى الله مستحب الأمر آخر وهو الصبر لأن العلم عبارة عن يعني مادة تتلقى وقلبك عبارة عن وعاء يملأ بها فمن تعجل أن يملأ الوعاء ربما تضفق قبل امتلا ولكن من تأن في أخدي ذلك على التفصيل والتمام كان ذلك يعني أنكاوى كذلك عدم الحياة من السؤال الإنسان يسأل عن ما يهمه في المادة كذلك عدم لانشغال بأمور يعني الخارجة عن الإطار الذي هو فيه تجد بعض الأساسد أحياناً يرون قصص للطلب خارج عن إطار المادة التي هم جاءوا من إجراء وإذا أدركه الوقت تجده يعني يعني يعطي المقرر يعني يعني يسرع دون شرح دون كذا ثم بعد نتواصل عبر النت عبر كذا أخيراً الحرص على الأمان العلمي سواء عند التلقي وعند العطاء وهذا يعني ما يمكن أن نقوله في هذا الجانب طيب إذن إخلاص والاعتدال والتأدوب والاغتنام ودوام مطلع والحرص على المجلسة الصالحين والصبر عدم الحياة عدم الانشغال بأمور خارجة عن تدريس أخير الحرص على الأمال وهي كلها مفقودة مفقودة في مدارسنا والله المستعان والله المستعان الله يرد بالأمة وإلا فالعكس يعني الذي يتولى الكثير ممن يتولى الآن لا يعتبر هذه من الأمور التي ستزكي وتكون شخصية الطارق عنده كما قلنا منظومة فكرية مبادئ أخرى يكونه عليها حتى تحكمه قوانين شيخ نظب لا يتشير سوى ماذا على الميدان تحكمه قوانين ومذكرات كبلت يده فجعلته كما نرى الآن تدافع لأنك تمارس لا شيخنا الله الواقع نحن نتحدث عن الواقع هو مرير كما قسمه هو رز الميدان هو مرير ولكي الله المستعان عندما تجد أن التلميذ عندما مثلا يقع شناء بينه بالأستاذ ويأمره مثلا بالجلوس أو الكف عن الضجيج أو كذا ثم يرد على هذه تلميذة أنا حكيت لأخال تلميذة قامت إذا تقري قريبا لما يتقري خرج لن نحن نخلق لن نخلق يعني ضرائب لن نعطيه ضرائب للدولة هذه مؤسسة عمومية قلت له إذا تقري قريبا لن نحن نخلق لن نخلق لن نخلق هذا أمام التلميذ ويصفق ويصفق وكذا وكذا وصلنا لمستورة إشكال إشكال ولكن كما قلنا كما نقول في درجة الفقية تقول لي قال لي إجراء بكتح من العودة قال لي من الدار خرج عوش قال لي من فكر قال لي من الخيمة ميل ميل هذا أول إشكال من الدار خرج عوش ركب عوش هذا أول إشكال سي محمد شيخنات حدثنا على صورة أشخو نسميها واش خيالية هلام واش نسميها مؤتمر كان أنا نتخيل طالب عندما بدل مستوى هذا بدل أخلاق لا يمكن ولا يمكن للدرس إلا وإن كان في الأستاذ ما فيه تلميذ بهذه الأخلاق سيفرض على الأستاذ التعامل معه وسيفرض على الأقل مجارة لهذه التلميذ لكن الواقع الله المستهل الله السلام وعلى الله فسي محمد حقيقة نريد منكم لو تلخصون الله يزيكم خير أدوار هذه المؤسسة فقير الله يزي خير حدثنا عن دور المدرس الفقير العالم الرباني المربي الذي يربي قبل أن يعلم تربية الآن قلنا أن تربية وزيلة فما هي الأدوار التي طريقت لهذه المؤسسة أو هل من أدوار على الأقل إيجابية يمكن للمدرس من خلال المؤسسة التي يعملوا فيها أن يساهم في إصلاح ما يمكن إصلاحها صدر بركب هو منسبة ما يتعلق بالمدارس أو المؤسسات التعليمية فهي تعتبر جزءا من منظومة اجتماعية صحيح لا يمكنها أن تنفصل عن هذه المنظومة الاجتماعية التي هي البيت التي هي الشارع التي هي المسجد التي هي وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الآن تلعب دورا أساسيا في الحقيقة بالنسبة المؤسسة التعليمية هناك منهاج دراسي يحكمها وهناك قوانين تحكمها عجيب وهناك وزارة وصية عليها تضع مقرارات تضع مناهج تكون أساتذة تكون مؤطرين تكون مفتشين مراقبين تربويين تضع إداريين تضع ومن المعلوم عند قاصي والداني كل تلك التحولات والتغيرات والإصلاحات التي مر منها التعليم خلال فترات معينة وأنت حين تقرأ سواء الكتاب الأبيض أو ما يتعلق ب خطة إصلاح التعليم عندما تقرأها تجد نظريا على أن هناك خطة موضوعة من أجل الرقي بالتعليم حتى الآن في كل سنة تخرج الوزارة بشعار شعار من أجل جودة التعليم من أجل تعليم الناجح من أجل كذا معنى على أن هناك رؤية من خلال برنامج إصلاحي من أجل إصلاح التعليم وسأقول كما قال لنا مدير مدير مديرية لكي تسمى النائب قديما وهو مدير إقليمي مدير إقليمي الآن يسمى طيب في اجتماع قال لنا على أنني كنت من بين المشرفين على هذه الإصلاحات جميل وقد قلت لهم هكذا قال قلت لهم على أن الإصلاحات عملت حتى وصلت بابا مدرسة ثم توقفت يقصد على أن الإصلاح شاملة فقط الهيكل الخارجية للمدرسة صباغة في كل سنة تلوين زجاجات نوافد لكنه لم يبلغ الصلب والجوهر الذي هو الأستاذ والتنمي ما شاء الله لهم الطرفين الأساسين في العملية التعليمية التعلمية تماما هذا هو الإشكال الإشكال لحد الساعة هو أن التعليم ما زال تنظيريا في مجتمعتنا العربية والإسلامية لا يبلغ صلب ما نريد نحن مجتمع لدينا خصوصية وأي إصلاح لا يراعي هذه الخصوصية فلن يأتي بنتيجة ما شاء الله هذا شيء هذا شيء لا نقاش فيه نحن لا نحاكم النواية لكننا نرى لواقع حقيقة نحتاج إلى مدرسين وأتفق مع شيخي المتعلم هو مجرد نتيجة للمعلم وإذا أردنا أن نبدأ طبعا إذا أردنا أن نبدأ عندما أتحدث عن المعلم أقصد المربي المربي الأب المربي الأستاذ المربي الإمام المربي الشيخ المربي المعلم المربي المدير المربي الحارس العام المربي الناظر المربي الخال العام الجار أتحدث عن كل المربي نحتاج حقيقة إلى بناء وعي اجتماعي يستطيع أن يخرجنا من بوثقة هذا الفساد الذي تعرفه وهذا لا يمكن أبدا أن يكون إلا بتوحيد بتوحيد الصفوف وتوحيد الرؤية الوزارة في ذلك المدرس مختلفة فيه مسؤولية أسرية وفيه مسؤولية مجتمعية وفيه مسؤولية فرضية لأشخاص معينين لذلك من الصعب جدا أن نخرج بحكم معين أو حتى بتصور معين إذا لم يكن هناك تكامل بين هذه النقاط كلها طيب نريد حقيقة ملخص وزبدة إن شاء الله اللقاء تحدثنا عن كيف كان يهيئ السلف أبناءهم تحدثنا عن الحالية التي نبغي للطالب أن يتصف بها ويتسمى بها لكي يكون ناجحا تحدثنا عن جمعة من الأمر الآن نريد هذه المؤسسات المختلف متدق الأسراء المدرساء إلى آخر كيف يمكنها شيخنا أن تعيد أن تعيد إلى التعلم وهجه وإلى عملية طلب العلم الأهم التي كانت عليه لما كانت أم مالك تأخذ منه وتقول تعلم من ربيعة من خذ من أدبه قبل علمه كيف يمكن كتوجيهات لعل الله تعالى يصلح بنو بهذا الكلام إن شاء الله وإنتفع به مسلم يعني بالحقيقة يعني هذا الأمر كيف كيف نرجع بحالنا في الترقي إلى حال من سبقنا في ذلك أولا هو يرجع القدوة هذا أول شي يرجع القدوة لأهلي العلم يعني نحن تم تكلم على إمام مالك أو تم تكلم على إمام أحمد تم تكلم على الشافعي وتم تكلم هؤلاء كانت لهم سلطة علمية وسلطة يعني سلطوية كانت لهم سلطة من هكذا وهكذا طربوية أبوية وعلمية وحتى مكانية في المجتمع كان لهم تقل وزن في المجتمع هذا الأمر ما تيرجعش لنحن الضرجة الأولى ولكن الذين يبحثون عن تقدم الأمة وزيارها عليهم أن يفكروا في إرجاع القدوة والمكان للعلماء في المجتمع هذا واحد الأمر الثاني يعني إرجاع القدوة واللغو الأمر الثاني وهو إظهار هيبة لعلم الشرعي العلم الشرعي له هيبة سبحان الله لا بد أن تظهر ولذلك أنا كنت دائما أفكر جميع السلطات موجودة إلا السلطة العلمية السلطة العلمية غير موجودة الآن حيننا نتكلم عن السلطة العلمية سلطة الكتاب والسنة بمثال الصالح يعني أن التي تلزم الإنسان بأن ينضبط بالشرع ليس السلطة التي تلزم وأن ينضبط بكذا أو كذا القواعد لا بد من السلطة العلمية الأمر الثالث يعني إدكاء معنى التربية في المجتمع الآن عندنا التربية الوطنية ولكن إذا تكاترت الأزمات في الأمة يقول الشاب أريد أن أذهب إلى أوروبا وكذا فين هي التربية الوطنية موقع ما بقى تربية الوطنية عندنا التربية البدنية التربية البدنية قال لك دير الحديد تتوليك يضطر وغادي يحرطه بك يجريت تتوليك العود يقبع لك يعني هذه التربية عندنا التربية الإسلامية هذه التربية الإسلامية غيبت إمكانيتها في المسجد وغيبت عند الشيخ وغيبت في مصادر تلقيه إذن أين هي التربية الإسلامية لابد من إعادة منفهوم التربية إلى ما كان عليه الشيخ نزل التربية تشكيل هذه التربية هي إنما الملاقات على شيء إنما إلا التربية الإسلامية كما قال أحدهم هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير إذن فالمجتمع فيه كل شيء فيه جميع التربية إلا التربية الإسلامية نعم أخيرا ما يتعلق ب يعني ربط نوع من الميتاق مواتيق ميتاق مثلا في الفصل المعلم يجي لواحد الميتاق بين الطلبة لإنجاح هذا الموسم التراسي ميتاق ما اسمته هذا السمع يعني ما أشتغل في التربية بضغوجية تعاقد يعني بمعنى أن نضع شبنا بسرعة لما دخل إلى المدينة أول شيء وضع قانون يضبط علاقة المسلمين بالياهود وعلاقة المسلمين فيه أول شيء قابل للمسجد يعني بمعنى المسجد بالشكل العام الذي كان ولكن ضبط ولا العلاقات حتى لا تسترم إذن نصنع ميطاق بين الطلبة والشيخ سواء في المدارس القرآنية وكذا هي لك التفعيل نحن نذكر أخيرا ما يتعلق بالصرام والحزم الأستاذ ينبغي أن لا يكون أن لا يكون شديدا حتى يؤيس الناس منه ولا يكون رطبا حتى يطمعهم فيه فإنما لا تكون حلوا لا تكون صربا فتكسر ولا رطبا فتعصر مثل السمكة تأخذهم على الراحة ثم تجرهم إليك بالتي أحسن لكن لو ما رست من أول يوم شدة سيسهرون على إضعافك ولو ما رست اللين سيسهرون على يعني عصرك وكذا فلي ذيك ثم مسألت ترشيد الطاقات يعني ترشيد الطاقات يأتي كالشاب كل طاقة كل حيوية يريد فالنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان يأتيه الشاب يقول ألك والدين يقول نعم قال كم قال ففيه ما فجأي يعني الجهاد والغزو ونصرة الدين هذا مطلوب أعلى نعم ولكن ولكن له أبوين قال ارجع ففيه ما فجأي فيه طربية مش يسيضربهم ففيه ما فجأي ديك طاقة يريد أن تكون يعني أن يكون الأستد أمينا أن توجه إلى المكان المناسب إذلك نحن الآن ضاع المجتمع لأن كثير من الناس الذين وضعوا في بعض الأماكن لا تناسبهم تلك وإذلك رحم الله من قال انظر إلى رعاة الغنم كيف أخرجوا الناس من الظلمة إلى النور رعاة الغنم من الجهل إلى العين من الشرك وانظر إلى رعاة البقر كيف حاربوا رعاة الغنم رعاة البقر أمريكا أو أوروبا كيف يصنعون الآن القتل والطمر نحن نريد أن لا نقول نحن كمسلمين نحن المسلمون نريد أن نكون أئمة في الدنيا وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون ولنعلم أن الله ما أرسل الرسول وما أنزل الكتاب إلا لشيء واحد هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديني حق ليظهره على الدين كله فالإظهار حاصل بنا أو بغيرنا الإظهار حاصل سيبدل الله ويأتي بمن تتحقق معهم هذه السنة وهي الإظهار الله تعالى الله خير أحسن الله إليكم طيب سيد محمد ماذا بقي سؤال وهو مهم حقيقي كذلك ستقول لأنه يحتاج إلى لقاء خاص لكن إن شاء الله بيتلخص نريد قواعد قواعد طربوية تساعد على الترسيخ قواعد إما للآباء يربي عليه الآباء أبناء أمو حتى يستعمل للأستاذ في الفصل الترسيخ هذا الروح الانضباط الذي قال الشيخ أنا في الآداب أنه الانضباط والاستعداد وانتظار كذا انضباط داخل الصف ما يعاني الأستاذة حقيقة هذا مشاهد في الميدان هو قلة انضباط المتعلمين هذا الروح دي الطورة على كل شيء دي الطورة تشاهد طاقات موجودة طاقات بارك الله أحسن الله هذا لي قال الشيخ لأن الطاقات لم توجه إلى مكانها المناسب فصورفت في غير مكانها وآتت بالأعاج فبدل قواعد طربوية نفسية أو اجتماعية تساعد على إعادة الهدوء إلى الفصل وإلى التقل التي تحدث عنه شيخنا بين أستاذ والتلميذ عبر الميثاق الذي سمى شيخنا بناء على مصطلح شرعي أو مصطلح المعاصله بيداغوجية التعاقد فضل برك الله في الحقيقة عند الحديث عن الأمور المتعلقة بالعلاقات ما بين الأساتذة والتلاميذ وضبط الصفوف وما إلى ذلك من الأمور الضرورية التي يجب أن ندركها بشكل عام أن العلاقات الإنسانية عموما هي من أشد أنواع العلاقات اضطرابا عجيب فهي إذا لم تكن محكومة بضوابط ومعايير محدودة فإنها غالبا ما تسعى إلى الإنفلات ما أستعلم إذا نظرنا إلى المخلوقات ما فإننا سنقسمها إلى قسمين مدركات وغير مدركات مخلوقات عاقلة مدركة غير عاقلة وأخرى عجماوات هذه المدركة بماذا تميزت؟ بالعقل والإدراك مشكلة هذا الإنسان صاحب العقل لماذا لا يخضع للحق حين يسمعه حون أهراء لإشكال هنا هو هل هو يحترم عقله أم لا يحترم عقله إن كان يحترم عقله فإنه سيذعن للحق وإن كان مخالفا لرأيه لذلك نقول الإنصاف عزيز وهذا العقل إن كان الإنسان يحترم هذا العقل فإنه سيدعن سيدعن لهذا لهذا الحق أما إن كان له عقل وإن كان ذكيا وإن كان فطنا وإن كان بارعا فإن عقله هذا لن لن ينفعه لماذا؟ لأنه لا يحترم هذا العقل الذي سيوصله إلى إلى الحق إشكالية التعليم اليوم وإشكالية علاقة لأساتد بالتلميذ سألخصها في نقطة واحدة هي نقطة تربوية وهي نقطة خطيرة جدا هناك قيم تحكم المجتمع والعلم قيمة من هذه القيم لما مادت قيمة العلم في المجتمع تحولت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ إلى علاقة صراح كيف ماتت قيمة العلم الآن الآن الناس كما ذكر شيخنا صحيح في مقاصد التعلم هل يقصدون العلم من أجل العلم أم يقصدون العلم من أجل تحصيل المال تحصيله مازل قيمة العلم ماتت لماذا؟ لأنك إن خيرته بين أن يكون لاعبا أو يكون معلما ما الذي سيقول لك؟ لاعبا في أموال طبعا لماذا؟ لأن قيمة العلم لم تعود لها وهذا الذي قتله قتله المجتمع من لك تسأل واحد شاب واشغل قرأت تشد الإجازة شغل يقول لك؟ ما شغل ينديرنا بالإجازة؟ أجدر بها فلان وما دفع بها فلان؟ ما دفع بها فلان؟ وما دفع بها فلان؟ حين تموت قيمة العلم لن يسعى أحد إلى التعلم بتاتا لذلك أول ما يجب أن يفعل هو إعادة قيمة العلم وإحياؤها داخل المجتمع وهذا ما نسعى إليه من خلال سرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بما كانت العلم في الإسلام فهذا ما نسعى إليه إذن بغيتي ولدك ضبط أول حاجة أن تحي في نفسه قيمة العلم وأن تعلمه على أنه حين يذهب إلى المدرسة ليس الغاية منها هو أن يصير كذا وكذا لأن لأن رزقه الله تبارك وتعالى ضمنه له وأنت أيها الأب وأيتها الأم اعلمي على أنك لست أنت الذي ستنصنع من ولدك طبيبا الله الذي سيصنع منه طبيبا إن كتب له ذلك طبعا الله سيصنع له لذلك الشيخ ابن بيز رحمه الله تيخي كيف ترجمته أنه فقد بصره في صغاره قال وأنا نائم أسمعه خالتي تقول لأمي كيف سيقرأ وكيف سيحصر كيف سيعيش وقف فقد بصره وهو كفيف وهو كفيف يعني كيف سيقرأه كيف سيتعلم كيف سيتعلم مستقبله مستقبله كذا كذا هو يحكي عن نفسه حالة قونه إماما للمسلمين إماما للمسلمين نعم يعني هنا يجب أن يدرك الآباء على أنهم ليسوا مسؤولين عن صناعة مستقبل أبنائهم وعلى المدرسين أن يدركوا على أن تدريسهم لهؤلاء الأطفال ليس هو الذي سيصنع مستقبلهم بل يجب أن يتعلم الأطفال منذ نعمة أطفالهم على أنهم يذهبون إلى المدارس المدارس ليرفعوا عن أنفسهم الجهل الجهل نعم غادي تمشي للمدرسة باش تتعلم باش ترفع على رسك الجهل باش ما تكونش جاهل باش ما تكونش جاهل بل تكون إنسانا عالما يعرف كيف يتعامل مع ربه كيف يتعامل مع نفسه كيف يتعامل مع غيره والمستقبل الله تبارك وتعالى سيبنيه نعم يعني أول حاجة هي إعادة الله بنسعد يجمع خلق أحدكم في بي إن أحدكم لي وانتها الأمر نعم إذن أول حاجة هي إعادة بناء قيمة العلم في المجتمع هذه الأولى نعم واحد المسألة الثانية والمهمة جدا تلك العلاقة التي تربط بين الأستاذ والتلمي يجب أن تكون علاقة مبنية على الإحترام وعلى المودة وعلى الرأفة والرحمة عجيب علاقة أحترام متبادلة ويتعلم الصغار على أنه ليس منا من لم يوقر كبيرنا وهذه من القيم التي ماتت اليوم أحترام الكبير وتوقير الكبير وأن يعرف لعالمنا قدره هذه مسألة مهمة وعلى المربي أن يعرف على أنه ليس منا من لم يرحم صغيرنا من لا يرحم لا يرحم هذا أول حديث علم القرآن فرابط إذن هذه العلاقة هذه العلاقة هي التي ستجعل هذا التلميذ يحترمك ويقدرك ويعطيك ويعطيك وقبل هذا كله أولا وآخرا الإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعب نية على هذا المربي أن يأتي بنية الإصلاح والتربية والإعداد والإمداد لأبناء المسلمين بما ينفعهم وليس من أجل أداء وظيفة يتقض على أجل فقط انتهى الكلام دب الآن لو وقف الأمر عند حدود أداء وظيفة سنقول على أن هذا الإنسان كما يقولون يحركه ضميره المشكلة الآن أن المسألة كما قال أصبحت مسألة استرزاقية مسألة استرزاقية لأن أصلا قيم دي المجتمع قيم مبنية على ما هو مادي ألخص وأقول لك إذا كانت العلمانية نجحت في شيء فإنها نجحت في نقض العلاقات التي تربط بين المسلمين بمعنى ذلك العلاقات التي تربط بالمسلمين نجحت في أنها نقضتها لا علاقة بين الأبي وابنه لا علاقة بين الإبن وأبيه لا علاقة بين الأستاذ والتنمين لا علاقة بين الأم والبنت لا علاقة بين الزوج والزوجة أخذتها فنقضتها كلها ولو أنها نقضتها ثم تركتها لكان الأمر قابل إصلاح لا هي علمت على أنها إن نقضتها وتركتها ستعود لأتعدنا معايير وعدنا مبادئ وعدنا قيم فما دفعلت استبدلتها بقواعد وعلاقات مادية الآن لكي تكلم الإبن مع ولده الأب مع ولده واش كي يقول لي ما قدتش عليا ليش ولتيني علاقة مادية الصديق مليك يتخص مع الصديق ديال واش كي يقول لي اش غادي نربح من الموراك اش غادي زيجني بالسالة الزوجة غادي تكلم مع الزوج ديالها ما قدش عليا لس زوج ديالي يعني العلاقة التي بيننا علاقة مادية وهذا هو الجانب الذي نجحت فيه العلمانية وبقوة غيبت جميع القيم وأحلتها بقيم مادية وأحلتها بقيم مادية إذا أردنا أن نبدأ سنبدأ حيث قال حيث ختم المهدي المنجرة إذا أردت أن تهديم حضارة أمة فبدأ باش بالأسرة بالأسرة بالمرأة أخرج المرأة من البيت وعلمها على أن بقاءها في البيت هو انتقاص لها وعلى أن لفظة ربة بيت إيهانة لها ثم التعليم اجعل التلاميذ يسخرون من الأستاذ وانقص قيمة الأستاذ الآن افتح أي قناة فضائية رقم واحد لك يتعلق شكو هو الأستاذ المعلم ثم اهدي من القدوات اهدم المشايخ العلماء اهدم العلماء والتاريخ واجعلهم ضحكة الآن الناس الآن يتفكهون في المجال سباش نكتي دي المشايخ نكتي دي المشايخ الآن إذن إذا بغينا نعود يجب أن نعيد الاعتبار للأسرة وأن تعود الأم إلى دورها الذي تحدث عنه شيخنا أن نعيد الاعتبار للأستاذ ولقيمة العلم ثم نعيد الاعتبار لعلمائنا طبعا هذا الله فيكم نعيد قولنا نعيد هذه لا تدخل في المؤسسات أو في الدولة على مستوى الدولة على الناس الذين انتلقوا من أنفسهم لأن الدولة حين أرادت فعلت ما أرادت أما نحن عند إمكانيات لكن حين نقول نعيد القدوة الناس ينبقي أن يرجعوا إلى الوعي بضرورة العلماء في المجتمع يعني كل واحد ينبقي أن يعي هذا الأمر لا يحتاج إلى برنامج على الإداءة أو كذا أو إلى صحفة وأن يكون ميتق مكتوب وأن يكون على الدولة لا لا من نفسك من نفسك كلهم ينتدق من نفسك ودول إشكال شيخنا والله ذا الذي يرد أن تختموا به إشكاله هو أننا نتحدث الآن على الإصلاح ونتحدث عن التوجيات ونتحدث دائما نقول كلام يفهم على أن هذا الذي نجيه بوادقه وأننا ذكر السمعودة ذكرتم إنما هي خاصة بأجهزة الدولة التي عندها إمكانيات المستوى الأول ونحن نجد عبارة مكتوبة ونحن ندرس كيف اسم الله العظيم وما ذكر السمعودة يتلخص من جد وجد ومن زر عحصد أين العقيدة فبيرا هذا الذي يريد شيخنا توجيات لو رغت هؤلاء التلاميذ حيث أنت السمعودة تبدأ نبيك توجي أخر بالعقيدة من جد وجد ومن زر عحصد لماذا لمستنه إلا بإذن الله إن شاء الله أليست لله مشئة إذن المسلم يقول إن شاء الله لأن هناك من جد ولا يجد وهناك ما لم يجد أصلا وجد وفتح الله وتشعر العلم نور والجأل نعم واسمنا وحديث بعض الله أخيرا أخيرا أنا أريد أن أصل ذلك الساعة في الجمعة تدخل للجمعة تنسمعه الخطيب ويخطب ويكون أحيانا الخطيب حماسي يتكلم ويعلن وكذا تخرج الناس يقول لي واسلخهم اسلخهم وهل كان يخاطب الحضور أم الغائم هذا ووقعنا الآن إذن الكثير مننا الآن سيستمع إلينا يعني ما يعني هو بالاختباء اي 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 أنا رأى ما حضران يمتفرج أيام ووقعنا قد يستمع البعض ويقول وتكلموا في الحقيقة وخاطبوا الناس نيت وانت ما هذا تكون فلذلك نحن الآن ننترق من أنفسنا إلى الناس لنبدأ بمنهج تغيير في أنفسنا يعني أولا إي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا لأصل وأن الإنسان ينترق من نفسه في بنائي ويستغل الواقع الآن الواقع الحمد لله هناك دول القرآن هناك تحفيظ القرآن هناك الإنسان ينترق الآن يستغل أنا كنت نقرد طلب ونقول لهم استغل الوقت قبل أن يأتي وقلي إنسان معلم ولي وما يعرف كذا فإن ينبغي الإنسان أن يستغل للوقت الوقت بإمكان يعني المتاح الآن الحمد لله تحفيظ موجود سواء في المسجيد أو في القرآن يستغل الإنسان يحفظ يأخذ الإبن هذا النشأ والمنجد توجد بإذن الله عز وجل وهذا ما ينبغي بارك الله فيكم السيد محمد بدل كانت توجيه طربوي عام إن شاء الله نختم به شيخنا ختم ببذل الأمر أن الإنسان الآن مشاهدين الذين مشاهدين الدول المباركة صلى الله تعالى نفهم بها يجب أن يبدأ كل واحد بنفسه ويعتبر نفسهم معنيا بهذا الكلام مش المدرسة مش الدولة مش الوزارة مش الهيم أنا أجلس أنظر إلى محيتي أبنائي ماذا سأفعل أولا لإعادة الاعتبار لأهمية العلم في نفسه ثانيا إعادة الاعتبار الأستاذ في ديني ثالثا ما فعلته أم مالك معه أم الشفعي معه من إعداده لهذا الطلب أنتم سي محمد من جهتكم كطربويين ها هل من توجيهات نفسه سيكولوجيا عامة لوصل إن شاء الله وتعال نختمو بها نعم حق الأمر هنا لا يخضع لما هو سيكولوجيا لأن القضية قضية مجتمعية نعم إن شاء الله قضية اجتماعية الآن الواجب هو نشر الوعي قدر الإمكان من أجل النهور نعم نشر الوعي قدر الإمكان أنا دائما نقول لها الإخوات نقول لهم وكان متلهباش بالمسجد نعم تصور معي على أن المحسنين ما كيبنيوش المساجد وأن الدولة هي اللي يمكن فتبني المساجد ما حال المسجد سيقدر يكون إن شاء الله ديكم في الواقع في الواقع ما حال ما غيركم نفس الشيء بالنسبة للوعي الدولة لوحدها لا يمكن أن تفعل شيئا لكن المجتمع المدني بتظافره يمكن أن يصنع المعجزة عجيب كل واحد مننا مسؤول داخل أسرته يا أيها الذين أمنوا أنفسكم وأهلكم نارا كل واحد مننا مسؤول من أجل بناء هذا المجتمع نرى نرى الهدف هل هناك هل هناك صحيح صحيح سماوي سماوي كوني لذلك من نهار من نهار تزد تدري شنو تغير فيه مساعد مستمعين واعين هل أنت تبارك وتعالى التوفيق ستسألون عن هؤلاء الأطفال وإذا مات ابن آدم قطع عمل إلا من ثلاث منهم ولد صالح يدعو له فسعي الأب أيتها الأم أن تترك هذا الولد الصالح لعل دعوة منه تصلك فيرحمك الله فيرحمك الله عز وجل يوم القيام بهذه الدعوة هذا ملخص اللقاء إن شاء الله وديت له أن يلخص جميع النقاط النقاط التي ذكرها سواء شيخ ناسدي عبد الله رزو الله وخيرا أوسي محمد ولكن الأمر سيطول والإخوة التقنيون ما فتئوا يكتبون الأوراق ويرفعون لنا فنصال الله تعالى أن يجزيم عنا خير الجزاء وليسامعون أن أطلنا سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إلى اللهم استغفر واتوب إليك وصلي الله ومسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين